جناح من الشرط إلى الغرب وسائر أجل هذه الصورة يا أيها المزمد قم الليلة إلا قليلا نسبه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وردتل القرآن ترتيل إنا سنو الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل عليه السلام بالآيات من القرآن فيقول يا محمد مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم بعملكم كعكل العيد أو معمول العيد أو بسكوت العيد محشي بالتمر أنا استخدمت آلة تشيروز بتشوفوها معايا بالفيديو يعني نوع كنوع من التغيير يعني أنا ما استخدمت شفرن استخدمت جهاز طبعا أول حاجة نحنا منعمل التمر منفص التمر زي ما نقولو أو منفص فص التمر طبعا في معقون تمر يكون جاهز بس أنا ما أحبوش أبدا إذا أنتم تحبو تستخدموا استخدموا كمان في بهارات للمعمول تكون جاهزة أو للتمر أنا ما أحباش كمان يعني أحب أعمل معقون التمر أو الحشوة بنفسي هنا بعد ما فصت التمر تماما أبدأ أضيف ملعقة كبيرة من سمن سمن حيواني تمام يعني سمن بقري وأضيف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون وحاول أنكم تصفوه عشان ما يكونش في بقشار أو يعني حاول أنه يكون ناعم كتير وكمان ملعقة صغيرة من القرفة وإنتم تقدروا تضوفوا جوزة طيب بعضهم يضوفوا مسمار بس أنا أحب هذه الطريقة وأقولوا التمر مضبوط مضبوط طبعا الآن إضافات بعضهم يضوفوا حبة البركة بعضهم يضوفوا سمسم أنا قلت إيش بضيف سمسم شوية مش دايما أعمل السمسم مرات أعمل السمسم إذا أنا بأعمل كعك السمسم ما بضيفش بالتمر سمسم خلاص بكتفي لكن أنا دل مرة ما بأعملش كعك السمسم بأعمل هذه الطريقة اللي بأعلمكم إياها جدا سهلة وحلوة خلاص بعد ما عقنت التمر مضبوط بدخله شوية بالتلاقية الآن نحضر مكونات العقينة عقينة المعمول أو عقينة بسكوت التمر أو كعك التمر نصيحة مني لما يكون عندكم حلويات كعك كيك بتفور أي مكان من الحلو لازم كل المقادير تقلبوها قنبكم لا يكون ناسيته حاجة لأنه إذا نقص مكون واحد الحلويات تخرب يعني يخرب عليكم كل الوصفة لكن مزة الفطاير عادية فهمتوا كيف الآن في خلاط الكاس بضيف السكر والزيت عندي ملعقتين كبيرة سكر ونص كوب من الزيت نقصة شوية استبدلتوا بمعلقة سمنة كبيرة ثم الرشة ملح ورشة فانيليا الآن شوفوا بضيف الحليب طبعاً أنا أضيف ثلاث ملاعق حليب بودر وملعقة حليب سائل ما كانش عندي حليب بودر فضفت حليب ثلاث ملاعق حليب سائل خلطتهم مضبوط بالخلاط لما حصلت على هذا القوام أنا أفضلكم أنكم تعملوا حليب بودر وملعقة حليب سائل لكن أنا يعني خبرة عندي باللاعقينة فممكن أنتم ما تتحكموش بقوامه الآن بضيف المواد القافة اللي عندي هنا دقيق وعندي كمان بكنج بودر وعندي كمان الكاسترد أنا أضفت ملعقة صغيرة من الكاسترد أو ملعقة صغيرة من النشأ اختاروا والآن بضيف كوب الضقيق هي تاخد مني كوب وشوية طبعاً إضافة الضقيق بالتدريق وأبداً لا تفكروش أنكم تعقنوا بس يعني قلبوها العقنة لأنه إذا عقنتوا كتير ينكتم البسكوت أو الكعك هنا احتكت الضقيق فبضيف بالملعقة شوفوا بس أقلب يعني أخلي بس أنه الضقيق يختلط ببعض بقولكم على حاكتين أول حاجة إذا الدقيق زاد بتشرخ معاكم الكعك أو أي نوع بسكوت وإذا منقص معاكم الدقيق وزادت السمنة التشكيلة أو أي شكل أنتم عملتوه للكعك بيروح معاكم الشكل لأنه الدهن كتير معاكم زايد الشكل يختفي لكن إذا يتزاد إذا تشرخ معاكم الكعك يعرفوا النوع الدقيق كتير خلاص بعد ما عقنتوا وشفتوا العقينة كيف طرية خلوها شوية بالتدلاقة على بالمبدأ أشكل التمر طبعا كيف أقيص التمر أول حاجة بقيص بقيص عندي ملاعق القياس شوفوا هذه حق المعايير الكبيرة بخلي بعمل فيها العقينة والنص بعمل فيها التمرة لازم تعرفوا إنه إذا زاد كمان الحشوة الكعك كمان يتشرخ إذا كانت الحشوة كتير أكثر من العقينة فأنتم لازم تتحكموا عنه يكون مضبوط هنا أنا عندي شوفوا ما شاء الله كيف أشكله بهذا خلاص كله متساوي سواء كانت العقينة أو الحشوة الآن ما شاء الله عندي الآلة خليتها تسخن وهذه العقينة ما شوفوا بعدما بردت كيف تكون أنا أفضل إنه ترتاح شوية ممكن تشتغلوا فيها على طول الآن بقيص بالكبير بقيص اللي هو يعني العقينة بقيصه تمام تطلع لي مضبوط كله بكوره وخلاص ببدأ أشتغل شوفوا دايما التنظيم بالشغل يخليكم يعني تعملوا الحاجة مرة ثانية لكن العشوائية في الشغل يخليكم دايما شوفوا الأشياء تعب وصعبة وما نقدرش نعملها يعني دايما لأننا نحنا عشوائيين في الشغل لكن نحنا ما نكون مرتبين كل شيء منظم كل شيء قيلنا سهل شوفوا خلاص بدأت أحشيها وبدأت أعمالها زي الإسطوانة تمام قفلوها كمان ضمن إنه الكعك إن طلعش مضبوط أول معمول إنه كمان من قفلش تمام يعني شوفوا كيف لازم تمام تقفلوها يعني تغطوها تمام نفس كده ما شاء الله العقينة روعة لا تتقطع ولا شي تنفرد معاكم بسهولة ومن نجاح العقينة كيف تعرفوني تمام ملمسة يكون حلو لا هي مش هادة ولا هي كثير يعني دايبة خلاص بعد كده بوزعها بالآلة خلاص بقفل عليها فقط تتحمل أول ما تاخد اللون يعني أعطيها كده ثلاث دقائق وأشوفه على طول هي صراح ما تاخدش وقت على طول يعني ترجع تتحمل يعني ما شاء الله شوفوا كيف اللون ما شاء الله من قد من أروع البسكوت أو كعك التمر أسويها وسهل جدا طبعا أني الآن واقفة أعملي لكن أجلس بالأرض وأجيب الطاولة تبعي الخشب وأجلس أسويها يعني بسرعة كملوا هذا دايما أعمله في البيت يعني حلو مع الشاهي مع القهوة عرفوا نحن في بيتنا سواعيد ولا مش أعياد وإش مكان دايما بيتنا في بيت أهلي يعني أبدا العلب شفتوا علب القصع الحليب دايما نحن نعمل أنواع بسكوت وكعك أي أحد أقا عندكم أنتم بتتعوفوا أو بتاكلوا عصرية لازم نحن الكعك أو بالصباح تقوموا مع كده قلص شاهي ما فيش لكم نفس تفطروا مستعقلين لازم يكون الكعك والبسكوت خصوص نعمل أنواع نحن بس أكتر شيء كعك التمر بالسمسم نعمله ونفس كده نعمله وفيه كمان كعك تاني كمان نعمله لازم كده علب ثلاث علب هذه حق القصع اللبن مليانة دايما دايما كل ما تخلص نعمل هذا التعلمناه من يعني من أمي من خواتي دايما يكون معنا شوفوا ما شاء الله كيف حتى لو أقلوبين شوفوا قلبتي القهوة التانية وماشاء الله محمد وشوفوا لازم الأطراف تخلوها كده على الأركان عشان الأطراف تتحمر تبعي كمان هي أساسا تتحمر الأطراف فإنتم إذا حسيتوا بقى بيضة الأطراف عادي يرقعوها زي كده وخلوها هي على طول تاخد لون وصدقوني قربوها جدا روعة هذه الأجهزة البعض تكون ما فيش عنده عادي تقدرو تعملوها تضغطوها بالشوكة وتدخلوها الفرن ما فيهاش أي مشكلة نفس الأعقينة تستخدموها بالفرن تكوروها واضغطوها بالشوكة فقط ويس والله إن شاء الله تقربوها وإني نفسي إنكم دايما يعني تعملوا الكعك البسكويت دايما بالبيت اللي حابة تفتح مشروع يعني دايما دايما أقولكم افتحوا مشروع من البيت يعني حلوة تشتغل وتعتمد على نفسه بصراحة جدا لذيذ وشوفوا هذا البسكويت أنا عملته في العيد عيد رمضان وقلت بنزله لكن تعرفوا ظروفي ما سمحش أني أصور وأنزل الوصفة لكن دا العيد قلت لا لازم أنزلكم الوصفة اللي معاها هذه الآلة بعمله وإذا ما عندكم جد الآلة تقدرو بأي آلة معاكم تعملوها تضغطو عليها وخلاص نعمل بأي آلة عندكم كهربائية يعني حق التوست أي شيء حق الشواية التوست تقدرو تعملوها بس والله إن شاء الله تقربوها وتقولوا لي رأيكم شوفوا كيف دايبة الحبوب كيف شوفوا أخي يحب البسكويتات وهو فيه سكر عشان كده ما أحبش أني أعمل كثير بسكوت لأنهم خلاص أنا فتحت هذا الشي لك وصحاب السكر الله يعينه وش فيه الجميع يا رب والله يعينهم يعني الشيء كل ممنوع مرغوب وهنا تعرفوا هذه الناموسية نحنا نغطي القاهل لما ينام الآن يغطوا الأكل كمان نحن فيه حق الأكل ثانية لكن هذه يعني شيء حلو ما حطش الكعك بعلب إلا لما يبرد وهذه غطيبة بزامة لما يبرد وبس والله هذا الفيديو إن شاء الله يكون عقبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم